ترجمة نانسي قنقر نقطة المراقبة في منطقة شير مغار الواقعة في الريف الغربي لمحافظة حمان الرتل التركي يضم بحسب المرصد السوري عدة آليات عسكرية وعناصر من الجيش إلى شير مغار التي تحوي تعزيزات وتواجد عسكري ضخم حيث وثق المرصد كذلك في الخامس والعشرين من الشهر الماضي وصول رتل يضم أكثر من أربعين آلية عسكرية إلى النقطة ذاتها منطقة الاتفاق الروسي التركي في إدلب لا تزال تشهد فلتانا أمنيا كبيرا حيث اغتال مسلحون مجهولون قياديا من جنسية قوقازية بإطلاق النار عليه في المنطقة الواقعة بين تحتايا والتمانعة قرب منطقة نزع السلاح بعد ساعات من اغتيال قيادي عسكري آخر في هيئة تحرير الشام الإرهابية النصرة سابقا بمنطقة دركوش في الريف الشمالي الغربي لمدينة الجسر الشهور بريف إدلب الغربي بالتزامن مع ذلك تجري في منطقة الدانا بريف إدلب الشمالي اشتباكات بين عناصر من هيئة تحرير الشام الإرهابية وبين خلايا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي وذلك بسبب مداهمة الهيئة موقعا تتواجد فيه خلية لتنظيم داعش مما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من عناصر الطرفين بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان